في زيارة عاشوراء هذه الفقرة تقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة نذكر حول هذه الفقرة ثلاثة نقاط النقطة الأولى كل واحد منا كما له حاجات بدنية له حاجات نفسية أيضا الحاجات البدنية لا تمثل كل شيء وراء الحاجات البدنية توجد هناك حاجات نفسية من جملة هذه الحاجات النفسية المهمة الحاجة إلى الوجاهة الوجاهة يعني المقام الاجتماعي المنزلة الاجتماعية أحيانا واحد يشعر أنه منبوذ من المجتمع المرأة تشعر أنها منبوذة من قبل زوجها هذا شعور جدا مؤلم يحطم المرأة الرجل يشعر أنه منبوذ من قبل زوجته زوجته لا تعتني به لا تقيم له وزن تستخف به وبعمله تعلمون أن هذه الحالة أنه واحد أحيانا يشعر أنه منبوذ بعض الشخصيات المهمة هذا الشعور بالمنبوذية دفعهم إلى الانتحار طبعا من غير المؤمنين شخصيات عالمية مشهور الإنسان يحتاج إلى المقبولية الاجتماعية أن يكون له مقام اجتماعي يقدر في المجتمع محبوب في المجتمع هذه إحدى الحاجات الأساسية النفسية عند الإنسان ولعلكم لاحظتوا حتى الطفل الصغير يشعر بذلك إذا احتديتوا غضبتوا عليه يبكي لأن يشعر أنه أصبح منبوذ وإذا أظهرت له الحب والود يفرح هذه الصفات حتى في الأطفال الصغار موجودة هل الدين يحارب هذه الحاجة النفسية الجواب كلا الدين لا يحارب الحاجات النفسية ولكنه يعمل عملين العمل الأول يؤطر هذه الحاجات الآن كلامنا ليس في هذا العمل الثاني أنه يحاول في الوقت الذي يقر بهذه الحاجات يحاول أن يرفعك إلى مستوى أعلى لاحظوا سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ولعل بعض هذه الأفراد يبحثون عنها لإشباع هذه الحاجة النفسية قناطير المقنطرة لا تمثل حاجة جسدية ولكنها تمثل حاجة نفسية هؤلاء التجار يبحثون عن ماذا الثروة تكفيهم إلى ألف عام ربما أولادهم وأحفادهم ولكن حاجة نفسية الله سبحانه وتعالى مين في هذا كما يبدو لا يقول هذا خطأ وإنما لاحظوا الآية تحاول أن ترفع من نفسكم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك لم ينفي كما يبدو لنا يحاول أن يرفعك لا مانع أن تبحث عن النساء ولكن هناك أزواج مطهرة لا مانع أن تبحث عن الملك ولكن وإذا رأيت ثمة رأيت نعيما وملكا كبيرة ما يحارب غريزة الملك يقول هناك ملك أعلى ورضوان من الله طموح أعلى أنت تبحث عن الوجاهة الدين لا يحارب يقنن الوجاهة هذا أولاً الشيء الثاني يقول ابحث ارفع نفسك عن وجاهة أعلى ما هي تلك الوجاهة اللهم اجعلني عندك وجيها ولعل كلمة أندكا كما يقول الأدباء تقديم ما من حقه التخير يفيد الحصر يعني هذا الداعي الذي يقرأ زيارة عاشراء الآن ارتفع إلى مقام أعلى أكو بعض الزيارات لها إيحاءات عجيبة حالات معينة تخلق في النفس من السمو والرفع إحداها زيارة عاشراء هذه قضية لا تقال بالبيان وإنما تلمس بالوجدان واحد يشعر بحالة عجيبة بشفافية في الروح عجيبة هذا الرجل الذي قرأ هذه الزيارة ارتفع إلى هذا المقام اللهم اجعلني عندك وجيها يعني بعد الآن مو في فكر الوجاهة الدنيوية الوجاهة الاجتماعية الوجاهة عند الناس لا ارتقى إلى مستوى أعلى الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني عندك وجيها هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية الآن هذا صار طموح المؤمن في كلمات العلماء ما أكو إشارات وفي الروايات أيضا تحب تفتخر أخر فخرك إلى الصراط أو الميزان احناك أفتخر نريد الوجاهة عند الله ما هو الطريق إلى الوجاهة عند الله كل خير مصدره الله سبحانه وتعالى بيدك الخير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تفيد الحصر يعني لا بيد غيرك كل خير هو من الله الله تعالى مصدر الخيرات كلها ولكن سنة الله سبحانه وتعالى جرت في هذا الكون على أن الأمور تجري بأسبابها في الحديث أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها وفي الآية الكريمة فأتبع سببا واحد يريد العلم ما هو مصدر العلم الله كل العلوم تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى الآن تريدون أن تتعلموا علم الكيمياء ماذا تفعلون تتجهون إلى الله سبحانه وتعالى وتقولون يا الله علمني الكيمياء الله يقول لا أعلمك الكيمياء عادة يعني الطريق معلم الكيمياء يجب أن تذهب إليه وتجلس قبالته وتتعلم هذا هو الطريق تريد أن تتعلم الفيزياء نفس المعادلة أي علم من العلوم نفس المعادلة الآن نريد الوجاهة الوجاهة عند الله عبر من هم أبواب الله من جعلهم الله أبواباً لا إذا واحد يريد الوجاهة يجب أن يلجأ إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه هل هناك أوجه عند الله بعد النبي الأعظم والصديقة الكبرى والإمامين الحسن والحسين هل هناك أوجه عند الله سبحانه وتعالى من الإمام الحسين صلوات الله عليه إذا واحد يريد الوجاهة عند الله فطريقه الحسين بعد أولئك الصف والطاهرة الإمام الحسين له وجاه عجيب عند الله وله وجاه عجيب لا فقط في الآخرة وإنما حتى في هذه الدنيا واحد كان يقول لا يوجد فوق الكرة الأرضية أغنى من الحسين صلوات الله عليه أغنى الأغنياء هو الإمام الحسين كم حسيني يأكو في العالم كلها مرتبطة بالإمام الحسين كم وقف أكو يتعلق بالإمام الحسين كم من الأموال تبذل على مر الأعوام وبالذات في محرم وصفر لأجل الإمام الحسين ما يبذل للإمام الحسين صلوات الله عليه لا يبذل لأية قضية أخرى لا يوجد له شبيه وإذا وجد فهو قليل الشبيه قليل الله سبحانه وتعالى أعطى للحسين صلوات الله عليه قبل الآخرة في هذه الدنيا من الوجاهة والمقام والعظم ما لم يعطها بعد أولئك الصفوة يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله والصديق الكبرى وأمير المؤمنين والحسنين لم يعطها لأحد لذلك كل ما واحد يقترب إلى الحسين صلوات الله عليه يعمق الرابط هذه النقطة الثالثة الرابط لها درجات اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام هذه الرابطة بالإمام الحسين تختلف كل ما واحد رابطة تكون أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر عطاء الله سبحانه وتعالى يكون له أكثر واحد طول عمره من يقرأ زيارة عاشوراء ولا مرة واحدة واحد في كل عام يقرأ زيارة عاشوراء مرة واحد في يوم عاشوراء من كل عام واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل أسبوع مرة ليلة الجمعة هل يستوون؟ طبعا كل ما يمكن أن يستويان عند الله وعند أولياء الله واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم هذا مقام أعلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع أنه ما كان رجل عاطل عن العمل أكو كلام أن هذا شغل العاطلين عن العمل قال الأوراد والأدعية وما أشبه شغل الشياب والعجايز في البيوت الشيخ الأنصاري مرجع الأمة كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء شوفوا هذه العظمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ الآن محور الحوزات العلمية في كل مكان مئتين عام تقريبا محور الحوزات العلمية في كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء رغم مشاغله الكثير مرجع أعلى للأمة هذه الدرجة أخرى وكانت هناك امرأة من المؤمنات الآن موجودة تقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم مرتين لماذا تقول حتى يكون معادل كل يوم من أيام حياتي زيارة عاشوراء من يوم ولادتي تريد أن تتدارك من يوم ولادته حتى يكتب لها زيارة عاشوراء درجات وهذه الدرجات تعبر عن حجم الارتباط ونوعية الارتباط هذه مراتب نجي إلى بعد آخر واحد يتبرع للإمام الحسين صلى الله عليه بواحد بالألف من ثروته هذه درجة ولها بركات واحد تلك القضية التي كان ينقلها العام حفظه الله الآن لا نريد أن نفصلها تلك المرأة البدوية اللي عدها حياة متواضعة عدها مثلا بقرة شات قستان صغير أشجار محدودة تعيش ستة أيام على هذه الثروة المتواضعة ويوم واحد تقول اليوم متعلق بالإمام الحسين نحن بعد ما نستفيد لا من اللبان ولا من الحليب ولا من الفواكه هذه كلها لزوار الحسين ليلة الجمعة كانت تقول لولدها أو نحو ذلك قف على الباب هؤلاء الزوار الذين يأتون إلى كربلاء أعطهم اليوم إحنا ما عدنا نصيب يعني جعلت الإمام الحسين صلى الله عليه شريكاً في سبع أموالها هذا مقام أعلى وأنقل لكم قضية بعدين عندما توفيت في تلك القضية ذلك الرجل الذي ذهب ودفنها وإذا به يجد أن ذلك المكان في عالم اليقظة لا في عالم منام في اليقظة قضية جديدة هذه يعني قبل مثلاً خمسين عام ليس قضية تاريخية قبل ألف عام وإذا به يجد أن ذلك المكان يمتلئ نوراً مكان مظلم في سرداب يمتلئ نوراً وباب يفتح إلى جنان الله سبحانه وتعالى وسيد الشهداء هنا طبيعي ورجل آخر أحد المؤمنين نقل لقضيته ننقلها باختصار بالمقدار اللي تبقى في ذهني قال هذا الرجل كان شاب ضعيف الحال يشتغل عد واحد أراد أن يتزوج جاء إلى التاجر الذي كان يشتغل عنده قال أنا أريد أتزوج وأريد منك مع الدينار هذه القضية يمكن قبل مثلاً ثمانين عام مع الدينار ذاك الوقت كان ثروة التاجر قال ما أعطيك قال ما تعطيني؟ قال لا قال إذن أنا ما أشتغل عندك أنت إلي ما تأتي مني أو لا تريد أن تعطيني مع الدينار أنا بعد ما أشتغل عندك ثم خرج من الدكان باكية وجاء إلى أحد الحرمين إما حرم سيد الشهداء وإما حرم أبل فضل العباس صلوات الله عليه وهو يبكي وقال أنا الآن أريد أشتغل عندكم أنا عمري قضيته في أن أعمل عند ذاك التاجر الآن أريد أشتغل عندكم وأعاهدكم كل ما أحصل علي كل ما أحصل علي الآن ما أذكر ثلثة ربعة نصف لكم يطلع من الحرم وإذا برجل يقول له فلان أكو دكان للإجار هل تريد أن تستأجره يقول أنا ما عندي ثروة ما عندي شي يقول ما يخالف الآن أنت أشتغل وبعدي أد ثمن الإجار فيأتي فورا عجيبة حالة الانقطاع والتوجه إلى أهل البيت بانقطاع حالة عجيبة فورا يأتي ويصبح صاحب محال ويتجر ويتحول إلى أحد التجار الآن ووفى بعهده إلى النهاية كما ذكر لي أحد أولاده لم يخل لم يخل بإبهام بإبهام رجل لعله فلاح كان فلاح لكن موقف لأهل البيت الموقف لأهل البيت جدا طبعا المواقف تختلف موقف لا يكلفك شيئا وموقف يمكن يكلف يمكن في ضغوط في يوم من الأيام الوظيفة الشرعية اقتضات أن يتخذ موقف لأهل البيت كان بإمكانه أن يمر أحيانا من الموقف يكون صعب مشكل التاجر يعطي عشر ثروته لأهل البيت موقف أحيانا واحد يجب أن يدفع حياته ثمنا يخاطر بحياته لكن أهل البيت شكورون الله سبحانه وتعالى شكور يقدرون أي واحد يعمل مع غير أهل البيت فهو الخاسر أي عمل لا يقدر وإذا قدر ما هو قيمة التقدير البشري لكن تقدير أهل البيت هو تقدير الله سبحانه هو شكر الله اقتضت أن يتخذ موقف لأهل البيت وكان هذا الموقف صعوب راح واتخذ ذلك الموقف في قرية كان يعيش بعد ذلك رأى أنه لا يمكنه شاب يمكن كان عمره 18 عام ذاك الوقت يعني بداية حياته شاف بعد مية مكة يعيش في تلك القرية فخرج من القرية هائما على وجهه في الصحراء مشي على الأقدام وفي الطريق هاجمه ذئب أو حيوان مفترس آخر وكاد أن يقضي عليه لكن الله نجاح ثم هاجر إلى العتبات المقدسة هذا الرجل أخوه الآن موجود أنا شايف أخو رأيته أخو فلاح أو رجل عادي ولعله لولا ذلك الموقف لبقي فلاحا إلى آخر حياته ولكن على أثر ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى فتح عليه من البركات والآن في ذريته الكثير من العلماء والخطباء والأساتذة والمدرسين والمؤلفين والأخيار والمؤسسين وبعضهم مشهورين على مستوى العالم الرابط لها درجات وبحجم تلك الرابط والدرجة يكون العطاء الإلهي ترجمة نانسي قنقر